فنقرأ لشهر السبعة تموز يوليو عام ٢٢٠٣ فالبرج الرائع جدا صاحب الصفات المميزة هو شخص روحاني بالفطرة قادر على تنبؤ الأحداث القادمة تنبؤ في الخطر قبل حدوثه أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا برج الحوت طبعا عنصر برج الحوت اللي هو المائي وأكثر الأشخاص اللي بحبهم مولود برج الحوت الأشخاص اللي برجهم بكون هوائي هذول الأشخاص تتفق معهم اتفاق كامل أما الأبراج النارية تيجي نسبتها فقط ٥٠٪ أحاول أنك تبعد عن الأبراج النارية علشان تقدر تأخذ طاقة إيجابية من الأشخاص اللي بحبوك بمعنى الكلمة نرى يا أصدقائي كفي الأحداث القادمة ستكون مع مولود برج الحوت ستمتع بشخصية براقة وأيضا ستكون مليء بالنشاط والحيوية بسبب أحد الإنجازات التي ستقوم به إنجاز رائع جدا تفتخر به أمام الأشخاص اللي من حولك من أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين حاول القادر المستطاع مولود برج الحوت إنك تحذر من أحد الأشخاص المقربين من حولك هو كالثعبان بحياتك أنا بحكي مصطلحة الثعبان بس ما حدا فاهمه يا أصدقائي خليني أحكي واشرحه التعبان يا أصدقائي اللي هو الشخص اللي أمامك بتحسه كل ملك وممكن أحسن الأشخاص إلك بس بستنى تلف وجهك وهتردد بخيانتك يستخدم أسرار كأسهم ويرميك بها فزيح الغباش عن عيونك وعرف صديقك من عدوك ستحصل على مبلغ مادي جيد جدا وخصوصا ببداية الشهر على طريقة الحظ هو الصدفة يعني رزق من رب العالمين الله يرزقك كمان وكمان أنت استحق يا مولود برج الحوت على طيبة قلبك وحسن معاملتك مع الآخرين في شخص كان عزيز على قلبك بالفترات الماضية وكنت أنك يعني محطت بالك أنه هذا الشخص سيكون نصفك الثاني ولكن هذا الشخص خيب أمالك وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها هذا الشخص بعد ما جرب غيرك عرف أنه أنت جوهر صافي وأحسن من غيرك بكثير سيحاول التواصل معك وخصوصا من التلفون غريب أو رقم غريب عشان يحس نبضك إذا إلك مصلحة في الرجوع لهذه العلاقة أو لا كنصيحة اللي بيجرب اللي مجرب عقله مخرب يعني يا أصدقائي أنت جربتوه هذا الشخص وعرفينه أنه كاذب وما أوفى بالوعود قل المسلم لا يلدغ مرتين لنقبل يا أصدقائي أمل الأشخاص القائمون على عملهم ستنصب اهتماماتك أنك تقم بأعمالك بطريقة رائعة جدا لكي تلفت انتباه رؤسائك في العمل ودعم مركزك وخصوصا الأشخاص المقبلين على امتحانات أو على طرقية فتار سبعة تموز يوليو وألف ألف مبروك اللي بحالفهم الحظ من وليد بورج الحوت لنكمل يا أصدقائي انتبك شعور في الوحدة رغم كثرة الناس حولك بسبب أنهم خيبوا أمالك واكتشفت أنه ما في حدا بحبك بمعنى الكلمة كلهم مصلحة أهدافهم أنهم يحكوا معك ولكن يا أصدقائي مش كل أصابك واحد وخصوصا إذا ستلتقي بشخص عمرك عفواً بالفترات الماضية كان عزيز على قلبك ولكن ظروف الحياة بععدتك عن بعض وبقى صديق مقرب هذا الشخص رح تشوفه على طريقة الصدفة في المناسبات أو في الطرقات العامة أو عن طريق الانترنت مثل فيسبوك والواتساب هذا الشخص سيكون عزيز على قلبك وأيضاً بحبك بمعنى الكلمة حاول قدر المستطاع إنك تكون اجتماعي ومبادر إنك مولود برج الحوت يوجد مرات أنت تعاجز تكتب رسالة بس الشخص اللي أمامك بفكرك أنه انت شايف حالك أو ثقلان عليه فحاول لتكون اجتماعي أكثر من الوحدة عشان تروح الطاقة السلبية اللي عندك وتركز على أهدافك التي تسفو إليها بالفترات القادم وخصوصاً هناك هدف إنت اقتربت من تحقيقه بإذن الله سيكون رائع جداً يعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد الله يبعد عنك كل مكروه حاول قدر المستطاع إنك تنتبه على ممتلكاتك الخاصة مثل تلفونك محفظتك أو أي شيء آخر لأن في شخص مقربين من حولك سيحاول سرقة شيء من ممتلكاتك الخاصة بس مستنى الوقت المناسب فحاول إنك تكون دائر بالك على ممتلكاتك لكي هذا الشخص ما يحصل على هدفه التي يسبو إليه وأنت شخص ذكي جداً ولكن تحملون بها الكلمة أصدقائي في عندك أنصر له الاستهتار أو يعني ما بتعت الموضوع حجمه فولود برج الحوت ما شاء الله عليه لأنه شجاع جداً وعنده رباطة عصاب رائعة دائماً هذه بس إذا عصب بكون شخص ثاني ما بتعرفه في المرة فما بنصح أي أحد إنه يثقل دمه على مولود برج الحوت لأنه إذا طاف الكيل معه بيقلب شخص ثاني وما بسامح قطعياً لنكمل يا أصدقائي هناك ممكن بعض الخلافات بينك وبين أفراد العائلة بسبب أشخاص يحاولوا تشويه سمعتك أمامهم ولكن سينزاح الغباش عن عيونك وخصوصاً تتمتع بطاقة روحانية عالية جداً وسيأتيك إحساس بكل شخص ضدك وبحكي عليك بظهرك حاول إنك لا تتردد بمواجهتهم بشكل مباشر عشان توقفهم عند حدهم لن يستخدموا معك السلوب الذكاء كيف يعني إنه أمامك احنا بنحبك وكل شيء وبأخذوا منك كلام وودوا للناس الثانين علشان يقللوا من قيمتك وأيضاً ما تضلك متفوق عليهاً أو يكون النجاح حليفك أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة شتاح لهم فرص رائعة جداً مليئة في المغامرات مثل السفرات القصيرة وأيضاً مدلة من بعض الأصدقاء اللي بيحبوك بمعنى الكلمة وسكون نشيط جداً في الأمور الوراقية مثل عقود عمل أو تقدم لشركة أو أشياء من هذا القبيل وأيضاً هناك شخص سيحاول إنه يتقرب منك بهدف إنه يشاركك في الأمور التجارية مثل البيع والشراء وأنا بنصحك بهذا الموضوع وخصوصاً إنه هذا الشخص تاجر بالفطرة فحاول استغلال هذا الشخص وقبل شراكته وإن شاء الله ستتعود هذه الشراكة إلك بالنفع وبالدخل المادي الجيد لك تستحق مولود برج الحوت على طيبة قلبك وحسن معاملتك مع الآخرين أما الأشخاص اللي عنده بشريك حياة مستقبلي كيف يعني شريك حياة مستقبلي يا أصدقائي؟ يعني بكون فيه شخص أنت بنتفق معه في الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل ولكن هذا الشخص مش حاسس أنت داخلياً إنه هذا الموضوع ما أخذه على محمل الجد براوغ ودائماً يقدم الحجاج لما يأتي موعد الزواج وهذا الموضوع يشعرك في القلق ممكن هذا الشخص ما يوفي بالوعود الوعدك فيها يجب أن تجلس مع هذا الشخص تتحدث معه بشكل مباشر ولما يتحدث أنصط إليه جيداً وتستخدم طريقتك للقراءة ما بين السطور أنت قادر مراتاً تستخدم هذه الطريقة من كلمة وحدة تعرف ماذا يدور برأس الشخص اللي أمامك فآمن بإحساسك وما رح يخونك هذه المرة لأنه صادق بإذن الله 100% أما المتزوجون لقد تجاوزتوا فترة كانت مستهلة عليكم مليئة في النقاشات الحادة بينك وبين الشريك وخصوصاً أنه دائماً بحملك فوق طاقتق من المسؤولية وأيضاً أحياناً يشعرك أنه في عنده علاقة ثانية يعني ثلاثية لأنه ما يجيه تلفون زي اللي بيبعد من بحدك لما تجي رسالة ما بيقراها قدامك وحاط رقم سره ودائماً تلفونه بجابته هذي الموضوع يثير عندك نار الغيرة فستكون عصبي جداً وصوتك مرتفع كنصيحة أنت صاحب حق وهو مش صاحب حق فاستخدم اسلوب المواجهة وليس المراوغة يعني ظلك بوجهك على هدفك وحكينه بكل صراحة شو بعمل لأنه بجزء هو مفكر أنه أنت ما بتعرف أي شيء فلما تعصب وتصيح مش بعناته هيك أنه عرف فرصيحة مني إلك أنك تواجهه بشكل مباشر وتقوله عن كل هذه المشاعر التي تراودك وخصوصاً أنه بآخر الشهر ستكون فترة إيجابية رائعة جداً مليئة في الحب المتبادل بينك وبين الشريك لنكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات التي تحتاج إلى أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بيحال في الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ بتكونت الرابحين معي بهذه القراءة أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحتسوي الفيديو بصندوق الوصف مراتاً بكتبه بالتعليقات أما الأشخاص اللي تروح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحانية عاطفياً ومهنياً توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة أو بتعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السوبلية بيتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائماً يومولود برج الحوت كل داء إلو الدواء إيش شافي؟ كل الحب والتقدير لما ولود برج الحوت بنكل قلبي وإن شاء الله فترات القادمة ستكون أحسن وأحسن في الأمور المستقبلية كل الحب والتقدير بتشكركم على التعليقات الرائعة جداً اللي تكتبوها تحت في التعليقات ترجمة نانسي قنقر